فإذاً خلينا نبتدي مثل ما ذكرت أنه نبتدي بالتعريف نبتدي بموضوع مفهوم التلمزة خلي بالك أنه أغلب مشاهدين يمكن لا يدرك الفكرة من وراء هذه الكلمة ولسيما بحسب الكتاب المقدس فما هو تعريفك وردك على هذا الموضوع؟ تعريف المجتمع كلمة تلمزة هو شخص تابع ليتعلم من معلم أو معلم بيفهمه المهنة بتاعته أو الدراسة بتاعته أو شيخ بيتبعه وتلميزه هو اختاره عشان يكون معاه فده فكر كل المجتمع اللي احنا بنعيشه لكن الكتاب ليه فكرة تانية بالنسبة لأمر ده فكر الكتاب وفكر المسيح هو أن شخص نبي لله شخص قائد بيختار لنفسه شخص يعيش معاه يتعلم منه يفهم منه يعده عشان يكون زيه بالظبط فالاختار يشوع كان موسى تابعه كان بيخسل مية وبيصبه مية عند إيديه لكن يشوع من خلال عشرته بموسى بقى قائد عظيم الله يقل عن موسى حتى المسيح موجود في إنجيل ماركوس إصحاح 3 آية 14 وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزهم اختار 12 ليه عشان يكونوا معاه يكونوا معاه ازاي يتعلموا ازاي بيتكلم يتعلموا ازاي بيرد يتعلموا ازاي بيطلع من المطبات والفخاخ بتاعة الفرسين يتعلموا ازاي بيواجه المواقف الصعبة يتعلموا ازاي بيتحدى الطبيعة يتعلموا ازاي بيقف قدام عجز الناس يتعلموا منه التواضع يتعلموا منه كل حاجة اختاروا معاه شمعاه مفهوم التلمزة في الكتاب مؤدس مش مفهوم واحد بيتعلم محاضرات ودراسة عشان يطلع بعد كده يقولها ده واحد بيتعلم حياة الفرق بين الكرازة والتلمزة الكرازة هو نقل محبة المسيح العملية أما التلمزة هي نقل حياة المسيح العملية من خلال ناس بيعشوها عشوها مع تلاميذ عشوها مع المسيح نفسه بنقولها للناس يعني مرة المسيح بقول اذهبوا وكرزوا بالإنجيل ومرة تاني بقول اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم تلمزوا يعني انقلوا حياة انتوا عشتوها وعرفتوها تلمزوا يعني علموهم وفاهموهم من خلال حياة عملية وليس دراسة ذهنية ده فكر المسيح ترجمة نانسي قنقر